اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيثبت على كمال اليقين علم اليقين ومعين اليقين وإن شاء رقاه الحق إلى مرتبة حق اليقين في أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى حينئذن يتشعر بعض ما كان يذكر عن عكر ماذا نوبي للمصحف أمسكه قام له أمسكه وضعه ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي حتى قد يغشى عليه جل جلاله وتعالى في علاه ثم كذلك في تصديقه ويقينه بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وختمه لنبوه ورساله ويرقى في ذلك عم لقين وعين لقين وإن شاء ربه ورقاه إلى مرتبة حق اليقين في أن محمد رسول الله سوف تخاتم أنبيائه ورسوله وأكرم الخلق عليه صلوة ربي وسلام عليك فوجب على المؤمن أن يطلب رضوان ربي وقربه منه من خلال تعظيم لهذا القرآن وأخذه النصيب من تلاوته عناء الليل وأطراف النهار وأن يجعل منه نصيبه لذا قال الحبيب عبدالقاد بن حمد السقاف عليه رحمة الله لبعض قاربه أصحابه قال في أيام زحمة الأعمال عليه في جدة وكثرت قيامه بالعنشطة والتبسطات للناس في قضا حواجهم قال أما ورد القرآن الأسبوعي هذا فما أترك شيء منه لا يخلف شيء منه وفصل بالختمة في كل أسبوع هذا ما يسمح بترك شيء منها إذا لم يزد على ذلك ففي الأسبوع ختمة معتنيا بها في أحواله وهكذا أحوال الأرباب الخير من المؤمنين في صلتهم بالقرآن الكريم ووصلوا به أهاليهم وأولادهم من خلال اجتماعهم على حزب القرآن وعلى ختم القرآن الكريم مع تأملهم للمعاني والصدق في التنفيذ والتطبيق والعمل بما دعانا إليه القرآن فيكون القرآن شاهدا لهم فالصدق بما دعاهم الله إليه على رسان القرآن أو بالقرآن الكريم فنسأل الرحمن وفرحظنا من القرآن ومن الاتصال بالقرآن ومن تعظيم القرآن ومن العمل بما في القرآن وبذلك يكون القرآن أمامنا ومن كان القرآن أمامه لا يغفل عنه ومن كان القرآن أمامه قاده إلى الجنة وهذه القيادة إذا ثبتت وصحت وقويت تقود وهو في الدنيا إلى جنة المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة وجنة الشهود ثم تقوده في الآخرة إلى جنة الخلود وذلك فضل الله يؤتيه من نشاء ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار نعوذ بالله من غضب الله ومن أكبر فوائد هذه الزيارات والاجتماعات أن تقوى الصلاة بالقرآن في التدبر وفهم معاني وتعظيم والعمل بما فيه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وغمومنا وسببان لفوزنا ونجاتنا وظفرنا بما أنت أهله من المعارف واللطائف والعلوم والفهم والتقوى والإخلاص واليقين والقرب من حضرتك العلية برحمتك يا أرحم الراحمين فتوزعوا لتقرأت هذه السور الكبيرة العظيمة الجليلة المشهورة بسور القصارة والسور القصيرة وهي مشحونة بسر الصلة بالرحمة وإجلاء عظمته وجلاله والغاية التي ينتهي إليها الخلق مع الخلق هذا كل موجود فيه من سورة الضحاء إلى ما بعدها بل وفيها معاني شريفة ابتدأها الله بالقسم واليمين فالسورة الأولى أقسم بالضحاء والذي إذا سجاء ثم بالسورة الثالثة أقسم بالتين والتين وزيتون وطوري سنين ثم أقسم سبحانه وتعالى بالعصر ثم أقسم سبحانه وتعالى بالعاديات وفيها كلها بيان حال الإنسان وحقيقة حال مع ربه وفي أول أمره وفي عاقبته ونهايته فما أعظمها من سور ويا فوز من أمعن فيها النظار والله يوفر حظنا منها فاتوزعوا تقرؤونها ثم نجتمع على دعاء الختم إن شاء الله تبارك وتعالى شكرا